اشتركوا في القناة طريقه واهتدى بهدى الى يوم القيامة اما بعد اخوتي المشاهدين واخواتي المشاهدات الذين يريدون الله والدار الاخرة لنعلم جميعا بان حفظ بان حفظ العمر امر مطلوب ولكن العاصي يضيع عمره من حيث لا يشعر اذا ضيع عمله ضيع كذلك عمره العمر ثواني والثواني دقائق والدقائق ساعات والساعات ايام والايام ليالي ونهار والايام اسابيع والاسابيع اشهر والاشهر سنوات والسنوات اعمار فلا ينبغي للمسلم ان يضيع شيئا منها رأس مالك ايها العبد هو الوقت وهو يعني اغلى ما تملك فلا ينبغي ان تضيعه ومن اشتغل بالمعصية في الدنيا ضيع عمره ولم يجد عمره يوم القيامة الا ساعة ولربما قال بانها عشية ولربما قال بانها ضحى ولربما قال بانه بان ذلك بعض يوم ولربما قال يوم قال الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار الله اكبر اين بقية العمر اين بقية الايام اين بقية السنوات وهو يقول مثل هذا القول ضيعها في ماذا ضيعها في معصية لو كانت في طاعة ما قال هذا القول ولكنت مثمرة لان العبد اذا استثمر حياته وبالطاعة ضاعف الله له الاجر الحسنة الواحدة بعشر والحسنة الواحدة تضاعف الى سبعمائة والحسنة الواحدة تضاعف الى ما شاء الله عز وجل فيكون قد ضاعف حياته من عاش عشر سنوات بطاعة فهي بمئة سنة لان الحسنة بعشر امثالها وهذه نعمة من نعم الله عز وجل ولربما قال باني لبثت عشية اكثر من يعني ساعة قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها اقل من اليوم والله المستعان اين ضيع العمر وقال عز وجل قال كم لبثتم في الارض عدد سنين الله يخطيبهم بالسنوات ولكنهم يردوا باليوم وبعض اليوم قال لو يبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين والذنوب والمعاصي لها اثر كبير في التشبه بالشيطان والمسلم لا يحب ان يتشبه بالشيطان لان الشيطان ظل عن صراط الله المستقيم وعاقبه الله عز وجل بظلاله وبلعنتي له بعشر عقوبات العقوبة الاولى اخرجه من الجنة وكان في الجنة العقوبة الثانية اهبطه من السماء وكان في السماء والعقوبة الثالثة حرمه من جواره وكان في جوار الرب في السماء والعقوبة الرابعة حرمه من صحبة الملائكة وكان يذكر مع الملائكة فسجد الملائكة كلهم اجمعون إلا إبليس فحرمه من صحبتهم والعقوبة الخامسة أن كل المخلوقات تبغضه كل يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان حتى العاصل إذا عصى ربه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعقوبة السادسة هي أن لا يقبله مكان في الأرض بل عرشه على الماء مشردا والعقوبة السابعة حرم الله تعالى عليه الجنة خرج منها ولن يعود إليها لأنه عصى معصية لله عز وجل وأبى أن يؤدي التحية لآدم والعقوبة الثامنة أن الله تعالى حرم عليه التوبة فالتوبة محرمة عليه وبابها مغلق دونه وليس له سبيل إليها والعقوبة التاسعة أن الله حرم عليه الطاعة فتخصص الشيطان بعد المعصية المعصية وهو الذي يدعو الناس إلى المعصية قال أحد السلف لو نام الشيطان لما عصينا ربنا عز وجل ولذلك فإن الله عاقب بعدم الطاعة والعقوبة العاشرة أن الله تعالى جعله خالدا مخلدا في النار فلا تتشبه أيها المسلم بالشيطان الرجيم في وقوعك في المعصية فإن الله تعالى قد لعنه وقد حرم عليه الجنة وليعلم العاصي كذلك أن من أضرار المعصية كذلك حرمانه من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد ونعم الله عز وجل كثيرة ونعم الله عز وجل عظيمة ونعم الله عز وجل غالية ونعم الله عز وجل دائمة ويجب علينا أن نحفظ هذه النعم بشكر الله عز وجل عليها عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وقد وعدنا الله عز وجل ووعد الشاكر بأن يزيده لإن شكرتم لأزيدنكم وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فنحم الله عز وجل علينا كثيرا خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي فحفظ النعم يكون بطاعة الله وطلبها بطاعة الله تبارك وتعالى ولو أن هل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ويقول عز وجل يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق ويقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كان الحسن البصري رحمه الله إذا رأى السحابة في السماء ولم ينزل منه شيء كان يقول رزق ربي رزق ربي ما منعه أن ينزل إلا معصية العاصي فالنعم تطلب تطلب بالطاعات ويحرم الإنسان هذه النعم بالمعاصي ولذلك فإن المعصية بأنها تزول بها النعم ولذلك أيها الأحبة قص الله تعالى علينا في القرآن قصة سبع وقصها علينا من أجل أن نأخذ العبرة والعظة الله عز وجل أعطاهم جنتين ولكنهم كفروا نعمة الله ولم يشكروا الله عز وجل فأبدلهم الله بجنتيهم جنتين لواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهن نجازي إلا الكفور وهكذا كل من تنكر نعمة الله ولم يشكر الله عز وجل عليها وقال عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة نعمة مطمئنة نعمة يأتيها رزقها رغدا كثيرا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان لكنها لم تشكر الله عز وجل وإنما عصت الله عز وجل وكفرت بنعمة الله تبارك وتعالى فحصل لها ما لم يكن في الحسبان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ونرى الناس اليوم يسرفون في نعم الله ويضعونها في غير مواضعها وقد حذر الله تعالى من الإسراف إذ قال وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وبيّن تعالى بأن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قال الله عز وجل وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وبيّن صلى الله عليه وسلم بأن أولئك الذين يتنعمون قال شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتصدقوا ويتشدقون بالكلام هؤلاء لأنهم ضيعوا النعم ونحن نعيش في نعم كثيرة يجب علينا أن نحفظها بشكر الله عز وجل عليها وأن نكثر من الطاعات فإنها شكر لله عز وجل على هذه النعم وأن نبتعد عن الذنوب والمعاصي لأنها كفران لهذه النعم والواجب أن تحفظ نعم الله التي أنعم بها علينا وأن لا نتنكر لها وأن نداوم على الطاعة من أجل أن تدوم لنا هذه النعم أسأل الله تعالى أن يجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من التائبين المستغفرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وصحبه وسلم اشتركوا في القناة شكرا